حدثنا وكيع قال حدثنا أبو عميس عن إسي بن سلمة عن أبيه قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه حدثنا وكيع قال حدثنا عكريمة بن عمار عن إسي بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت قال فما رجعت إليه حدثنا وكيع قال حدثنا عكريمة بن عمار عن إسي بن سلمة عن أبيه قال قتلت رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل هذا فقالوا أبن الأكوع فقال له سلبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكريمة بن عمار عن إسي بن سلمة عن أبيه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يسمى رباحا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يعلى بن الحريث قال سمعت إسى بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نجد للحيطان في أن يستظل فيه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكريمة بن عمار عن إسي بن سلمة عن أبيه قال بيتنا هوازنا مع أبي بكر الصديق وكان أمره علينا وكان أمره علينا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عكريمة بن عمار عن إسي بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان شعارنا ليلة بيتنا في هوازنا مع أبي بكر الصديق وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمت أمت وقتلت بيدي ليلة إذ سبعة أهل أبيات قال حدثنا بهز قال حدثنا عكريمة بن عمار اليمامي قال حدثنا إس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يقال له بصر ابن راعي العيري أبصره يأكل بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت فقال فما وصلت يمينه إلى فمه بعده وقال أبو النظري في حديثه ابن راعي العيري من أشجعة قال حدثنا بهز قال حدثنا عكريمة بن عمار عن إسي بن سلمة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل علينا السيف فليس منا قال حدثنا بهز عن عكريمة بن عمار قال حدثنا إس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس أخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم حثنا بهز حدثنا عكريمة بن عمار حدثنا إس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزونا فزارت فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا قال فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقاتنا على الماء من قتنا قال سلمة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في أثارهم فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهمين فوقع بينهم وبين الجبل قال فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه حتى أتيته على الماء وفيهم امرأة من فزارت عليها قشع من آدمين ومعها أبنة لها من أحسن العرب قال فنفلني أبو بكر ابنتها قال فما كشفت كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بيت فلم أكشف لها ثوبا قال فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة قال فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركاني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السوق فقالا يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك قال قلت يا رسول الله والله أعجبتني ما كشفت لها ثوبا وهي لك يا رسول الله قال فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارة من المسلمين ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شيهاب أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعبي بن مالك الأنصري أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشك فيه رجل مات بسلاحه شك في بعض أمره قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من خيبر فقلت يا رسول الله أتأذن لي أن أرجز بك فأذنا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر أعلم ما تقول قال فقلت والله لولا اللهم اهتدين ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقين والمشركون قد بخوا علينا فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت أخي قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله فقلت يا رسول الله والله إن ناسا ليهابون أن يصلوا عليه ويقولون رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا قال ابن شيهاب شيهاب ثم سألت أبن سلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل الذي حدثني عنه عبد الرحمن غيرا أن أبن سلمة قال قال مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يهابون الصلاة عليه كذب مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن حسني بن محمد بن علي عن جبري بن عبد الله وسلمتا بن الأكوع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهما قال كنا في غزاة فجاءنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا استمتعوا أن قال حدثنا قران بن تمامين عن عكريمة اليمامي عن إسي بن سلمة عن أبيه قال خرجت مع أبي بكر في غزاتها وازن فنفلني جارية فاستوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى مكة ففد بها أونسا من المسلمين قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس يوم عاشراء من كان صائما فليتم صومه ومن كان أكله فلا يأكل شيئا وليتم صومه قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو فأذنا له حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في الحديبية ثم قعدت متنحيا فلما تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبن الأكوعي ألا تبايعوا قال قلت قد باعتوا يا رسول الله قال أيضا قلت على ما باعتم قال على الموت قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقال هل ترك من دين قالوا لا قال هل ترك من شيء قالوا لا قال فصل عليه ثم أتي بأخرى فقال هل ترك من دين قالوا لا قال هل ترك من شيء قالوا نعم ثلاثة دنانيرا قال فقال بأصبعه ثلاث كيات قالا ثم أتي بالثالثة فقال هل ترك من دين قالوا نعم قال هل ترك من شيء قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فقال رجل من الانصار علي دينه يا رسول الله قال فصل عليه حسنا حماد عن يزيد عن سلمة قال كان عامل رجلا شعرا فنازل يحدو قال ويقول اللهم لولا انت ما اهتدين ولا تصدقنا ولا صلينا فاخفر فدا لا كما اتينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقيان سكينة علينا ان اذا صيح بنا اتينا وبالصياح عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحادي قالوا ابن الاكوع قال يرحمه الله قال فقال رجل وجبت يا رسول الله لولا امتعتنا به قال فاصيب ذهب يضرب رجلا يهوديا فاصاب ذباب السيف عين ركبته فقال الناس حبط عمله قتل نفسه قال فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقدم المدينة وهو في المسجد فقلت يا رسول الله يزعمون ان عامرا حبط عمله قال ومن يقوله قال قلت رجال رجال من الانصار منهم فلان وفلان قال كذب من قاله ان له لا اجرين باصبعه وانه لا جاهد مجاهد وقال لا عربي ما مشى بها يريدك عليه قال حدثنا صفوان بن عيسى قال اخبرنا يزيد يعني ابن ابي عبيد عن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديه يوم عاشراء ان من كان اصطبح فليمسك ومن لم يكن اصطبح فليتم صومه قال سفوان عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة قال لما قدمنا خيبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد فقال على ما توقد هذه النيران قالوا على لحوم الحمر الاهلية قال كسروا القدور واغرياقوا ما فيها قال فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله انغريقوا ما فيها ونغسلها قال اوذاك قال حدثني مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع انه اخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى اذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قال قلت ويحك مالك قال اخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت من اخذها قال غطافان فزارت قال فصرخت ثلاثة صرخات اسمعت من بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه ثم اندفعت حتى القاهم وقد اخذوها قال فجعت ارميهم واقول انا ابن الاكوع واليوم يوم اقرع قال فاستنقذتها منهم قبل ان يشربوا فاقبلت بها اسواقها فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان القوم عطاش واني اعجلتهم قبل ان يشربوا فاذهب فاذهب في اثرهم فقال يا ابن الاكوع ملكتف اسجح ان القوم يقرون في قومهم حثنا مكي قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رأيت اثر ضربة في ساقي سلمة فقلت يا ابا مسلمين ما هذه الضربة قال هذه ضربة اصدتها يوم خيبر قال يوم اصدتها قال الناس اصيب سلمة فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نافثات فما اشتكيتها حتى الساعة قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة ابن الاكوع يقول خرجت فذكر نحو حديث مكي الا انه قال واليوم يوم الرضع وزاد فيه واردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحللته قل حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت اتي مع سلمة المسجد فيصلي مع الاسطوانة التي عند المصحفي فقلت يا ابا مسلمين اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي قال حدثنا اس بن سالمة ابن الاكوع عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسلم سالمه الله وغفار غفر الله لها اما والله ما انا قلته ولكن لها قاله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكريمة قال حدثنا اس قال حدثني ابي قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية ونحن اربعة عشرة مئة وعليها خمسون شاة لا ترويها فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباح فاما دعا واما بساق فجاشت فسقينا واستقينا قال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالبيعة في اصل الشجرة فباعته اول الناس وبايع وبايع حتى اذا كان في وسط من الناس قال يا سلم تبايعني قال قد باعتك في اول الناس يا رسول الله قال وايضا فبايع ورآني اعزلا فاعطاني حجفة او درقة ثم بايع وبايع حتى اذا كان في اخر الناس قال الا تبايعني قال قلت قلت يا رسول الله قد باعت اول الناس واوسطهم واخرهم قال وايضا فبايع فباعته ثم قال اين درقتك او حجفتك التي اعطيتك قال قلت يا رسول الله لقيني عم عامر اعزلا فاعطيته اياها قال فقال انك كالذي قال اللهم ابغني حبيبا هو احب الي من نفسي وضحك ثم ان المشركين رسلون الصلحة حتى مش بعضنا الى بعض قال وكنت تبعا لطلحة ابن عبيد الله احس فرسه واسقيه واكل من طعمه وتركت اهلي ومالي مهاجرا الى الله ورسوله فلما اصطلحنا نحن واهل مكة واختلط بعضنا ببعض اتيت الشجرة فكسحت شوكها والطجعت في ظلها فاتان اربعة من اهل مكة فجعلوا وهم مشركون يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحولت عنهم الى شجرة اخرى وعلقوا سلاحهم والطجعوا فبينما هم كذلك اذ ناد مناد من اسفل الوادي قال المهاجرين قتل ابن زنايمين فاخترت سيف فشددت على الاربعة فاخذت سلاحهم فجعته ضغثا ثم قلت والذي اكرم محمدا لا يرفع رجل منكم رأسه الا ضربت الذي يعني فيه عيناه فجأت اسوقهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عم عامل بابن مكرز يقود به فرسه يقود سبعين حتى واقفناهم فنظر اليهم فقال دعوهم يكونوا لهم بودو الفجور وعاف عنهم رسول الله صلى عليه وسلم وانزلت وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم عنهم ثم رجعنا الى المدينة فنزلنا منزلا يقال له لحي جمل فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي الجبل في تلك الليلة كان طليعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فرقية تلك الليلة مرتين او ثلاثة ثم قدمنا المدينة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباح وانا معه وخرجت بفرس طلحة انديه على ظهره فلما اصبحنا اذا عبد الرحمن بن عيينة الفزاري قد اغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه اجمع وقتال راعيه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عكريمة بن عمار قال حدثنا اس بن سالمة بن الاكوع عن ابيه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجاء عين للمشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يتصبحون فادعوه الى طعامهم فلما فرغ الرجل ركب على راحللته وذهب مسرعا لينذر اصحابه قال سلمة فادركته فانخت راحللته وضربت عنقه فغنمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا عطاف بن خالد عن موسى بن ابراهيم عن سلمة بن الاكوع قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اكون احيانا في الصيد فاصلي في قميص فقال زره ولو لم تجد الا شوكة قال حدثنا حماد بن خالد عن ايوب بن عطبة عن اسي بن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عطاف عن موسى بن ابراهيم ابن ابي ربيعة قال سمعت سلمة بن الاكوع قال قلت يا رسول الله اني اكون في الصيد فاصلي فاصلي وليس علي الا قميص واحد قال فزره وان لم تجد الا شوكة قلت هاشم بن القاسم قال حدثنا عكريمة قال حدثني اسو بن سلمة ابن الاكوع قال حدثني ابي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن قال فبينما نحن نتضح وعامتنا مشات فينا ضعفة اذ جاء رجل على جمال احمر فانتزع طلقا عن حق به فقيد به جمله رجل شاب ثم جاء يتغدى مع القوم فلما رأى ضعفهم ورقة ظهرهم خرج الى جمله فاطلقه ثم اناخه فقعد عليه فخرج يركض وتبعه رجل من اسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة ارقاء هي امثل ظهر القوم فاتبعه قال وخرجت اعدو فادركته رأس الناقة عند وارك الجمل وكنت عند وارك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند وارك الجمل ثم تقدمت حتى اخذت بخطام الجمل فانخته فانخته فلما وضع ركبته الى الارض اخترت سيفي فاضرب به رأسه فنادر فجئت براحللته وما عليها اقوده فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال من قتل الرجل قالوا ابن الاكوع قال له سلبوه اجمعوا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد ابن ابي عبيد قال حدثنا سلمة ابن الاكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول احد علي باطلا او ما لم اقل الا تبوأ مقعده من النار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد ابن ابي عبيد قال حدثنا سلمة ابن الاكوع قال خرجنا الى النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فقال رجل من القوم اي عامر لو اسمعتنا من هنياتك قال فنازل يحدو بهم ويذكر تال الله لو لا اللهم اهتدين وذكر شعرا غير هذا ولكن لم احفظ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قال عامر ابن الاكوع فقال يرحمه الله فقال رجل من القوم يا نبي الله لو لم اتعتنا به فلما اصف القوم قاتلوا وهم فاصيب عامر ابن الاكوع بقائم سيف نفسه فمات فلما امسوا اوقدوا نارا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على على اي شيء انت وقد قالوا على حمر انسية قال اهريق ما فيها وكسروها فقال رجل الا نهريق ما فيها ونغسلها قال اوذاك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد ابن ابي عبيد قال حدثنا سلمة ابن الاكوع ان رسول الله صلى عليه وسلم قال لرجل من اسلم اذن في قومك اوي في الناس يوم عاشراء من اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد قال حدثنا سلمة ابن الاكوع قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقال يا نبي الله صلي عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال هل ترك عليه دينا قالوا لا فصل عليه ثم اتي بجنازة بعد ذلك فقال هل ترك عليه من دين قالوا لا قالوا ثلاث دننير قال ثلاث كيات قال فأتي بالثالثة فقال هل ترك عليه من دين قالوا نعم قال هل ترك من شيء قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فقال رجل من الانصاري قالوا له ابو قتادة يا رسول الله علي دينه فصل عليه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد ابن ابي عبيد قال حدثني سلمة ابن الاكوع قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومين من اسلم وهم يتناضلون في السوق فقال ارموا يا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا ارموا وانا مع بني فلاء لأحد الفريقين فامسكوا ايدياهم فقال ارموا قالوا يا رسول الله كيف نرمي وانت مع بني فلاء قال ارموا وانا معكم كلكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة